اشتركوا في القناة هيك يعرفوا اكتر عنه كان سباق بفكرة الجامعة العربية يعني اكترح الفكرة قبل مئة سنة من انشاء كمان بوجهه الدين كان كتير قريب من الله هو ادخل الاخويت اللي حبى البلاد ناس على لبنان لأول مرة كمان فهي دول كان عنده عدة وجوه باركي بيجري التركيز عادة اكتر على وجه البطول يعني بلبنان تعرفي بيحبه المعارك بس كمان كان عنده وجوه تاني التمثال اللي عم تقولي عنه بقى اهدى نفسه صغرطة الكتلة هو متل ما زار لكتير زوار بيجوت اشوف التمثال ومكتوب على التمثال فلقد اضحى انا والياعش لبنان يلي هو شعاره لا يوسف بكره هلأ الكتلة يعني الساحة وين محطوط التمثال هي بساحة الكنيسة كنيسة مرجرز بقلب الكنيسة في قبر هو مدفون بقبر من منقزاز تقدر تشوفي جسمانه بعده متل ما هو الهلأ مع انه مرأ مئة واثنين وعشرين سنة على وفاته بس هي ظهرة غريبة لانه منه محنط مش ان هيك شوي بقهدن بيعتبروه قديس يعني موظبوط هلأ هي مؤسسة خيرية ساقفية يعني معمنة سياسية عنا كتير نشاطات في نشاطات سابقة كانوا دجار متل ما كنا عم نحكي انه في جمعية كان في نشاطات دايما يقوموا فيها رح نكملها ونحسنها عسابيل المسار رزنامة السنوية لا يوسف بكرم تطلع بسنة مرة كمان عنا اشي خيرية مثل توزيع حساس غزائية بأعيار الميلاد عنا كمانا مساعدات مدرسية وفيه كمانا اللقاء السنوية اللي هو بيكون مثل عشرة سنوية بيجربة صفيفية بهالفترة تقريبا يلي هو هدفه جمع تبرعات للمؤسسة بجيط الوقت لقاء للمنتسبين للمؤسسة والأصدقاء يلي بيحب يشارك أكيد لأن دعوا يمفتحها للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر مؤسسة جسوف بكرام قبل ان تكون مؤسسة كانت جامعية من أيام الخمسينيات تقريبا وتحولت وبعدين وقت الحرب بشوية خف نشاطة وكانت جامعية للسيدات من حوالي السنة تقريباً قررنا نقلبها مشين موكبة مع العسر ومشين سير نقدر نعمل اشي اكتر من لها مؤسسة سجلناها بالدولة عملنا انتخابات جارة الانتخابات بالتموز وانتخبت انا رئيسة بلاشنا بكتير نشاطات هل عم تشتغل فيها اشتغل 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 فيها المترجم للقناة المترجم للقناة